أروح على الكنيسة وأصلي وأعمل الفرائد وأقوم بالواجبات الدينية والواحد بموت وأقول لك فلان تمم واجباته الدينية والحمد لله الدكتور أميل يعني مفهوم الاستعداد إذا حبينا نوضحه أكتر يعني في ناس بيفهموا الكلام أنه طيب أنا أروح على الكنيسة وأصلي وأعمل الفرائد وأقوم بالواجبات الدينية والواحد بموت وأقول لك فلان تمم واجباته الدينية والحمد لله إيش ردك على هذا الموضوع في حاجة جملة بنقولها للملاطفة ما واحد يموت نقول فلان راح السماء ما نقدرش نقول كل واحد مات راح السماء الفعلة المشكلة اللي أنت بتصيرها أني أنا مش داريان هما المثل بتاع العزارة ما هو العزارة الجاهلات ما هما مطمئنين هما عزارة وجايين منتظرين العريس ومعهم مصابيح والمصابيح ساعتها كانت منورة موضوع مخيف جدا هل أنا ممكن أكون شبه المستعدات وعند الوقت أجي ألا باب مغلق أنا محتاج أفوق لنفسي في ناس فعلا بتبرد ضميرها أنا بصلي أنا بصوم أنا بدفع العشور طيما الآسف يعني الفريسي لم يسر قلب الله مع أنه كان منتظم جدا في الصلاة والصوم ويصوم مرتين في الأسبوع ويعشر كل أمواله وما عندوش الخطايا اللي احنا ممكن بنوع ونسته مثل ذاك العشار ولا الزناة ولا الخاطفين لا باخد حاجة مش حقي ولا أنا بعمل شهوات شريرة وبعدين مش مستعد مش مستعد ألا يوقزنا هذا المثل ألا يوقزنا العزارة الجاهلات الناس فكرة الحقيقة ده اختلاف الديانة إذا صح القول يعني مش بنحبس كلمة الديانة مسيحية عن أي ديانة أخرى أن أنا مش مطلوب مني أداء فروض واحد اتنين تلاتة أنت أتميت الفروض ممكن واحد يتم كل الفروض وبعيد ليس له علاقة شخصية مع الله وممكن واحد يتعلم الفروض ويبتدئ فيها لكن بدأ إعلاقة شخصية فإنها ساعة الآن لنستيقظ يعني الأحداث التي تحصل حولينا تقول فوق يا أميل في ساعة لا تنتظروها يأتي ابن الإنسان وفي ناس بتستيقظ على صوت الساعة وفي ناس مجرد أنك تهزها ولكن في مرات يمكن لازم نصرخ صراخ في نص الليل يعني يعني التعبير مفهوم أنه نستيقظ يعني كأنه شيء زي لما بتيجي السواريخ عندنا في البلاد على طول فيه ألارم بيطلع فكل الناس بتعرف شو المفهوم من هذا الزمور أو هذا فالمشكلة أن أنا أراجع نفسي هل أنا من الخراف الحقيقية من أولاد الله المسيح قال خرافي تسمع صوتي مش معنى أن أنا في الكنيسة ليلا ونهارا حتى الإبن الأكبر في مثل الإبن الضال كان قال له كل هذه السنين أخدمك مش معنى أن أنا بخدم لي سنين حتى قدست البابا شنود قال في ناس يخدمون البيت وليس لهم علاقة برب البيت أنا محتاج اللي بيسمع الصوت زي ما الآية المعروفة أن تسمع أحد صوتي أنا وقف على الباب إن سمع وفتح أنا ممكن أكون بسمع وبطنش أنا عايز أفتح عشان أبقى من خراف أدخل إليه ويحصل بقى العلاقة الشخصية أتعشى معه وهو معي فمهم جدا أكتشف هو أنا من الخراف الحقيقية هو أنا من أولاده هو أنا من شعبه هو أنا ليه علاقة حقيقية به ولا أنا متدين من خراف الحقيقية من خراف الحديث موسيقى اشتركوا في القناة